السلام عليكم طبعا إن شاء الله رضى الأجواء المملكة مستقرة نتيجة التأثر بامتداد مرتفع جوي طبعا يرافقه رياح جنوبية شرقية قادمة مناطق دافئة في شبه الجزيرة العربية بالتالي درجات الحرارة أعلن معدلاتها في معضل مناطق بما بين 6 إلى 7 درجات مئوية اليوم الأحد العظمى في عمان حوالي 20 درجة وبتنخفض مع ساعة الليل إلى حوالي 10 درجات وطبيعي الأجواء في العقبة والأغوار دافئة العظمى في العقبة حوالي 28 درجة مئوية وأيضا نثلين والثلاثاء ما في تغير كبير على الأجواء بضل أجواء مشمسة أحيانا تظهر بعض الصحب على ارتفاعات عالية لكن اعتبارا من يوم الأربعاء إن شاء الله سيكون في تغير كبير على الأجواء نتيجة التأثر مملكة في ساعات ما بعد ظهر الأربعاء بكتلة هوائية باردة ورطبة إن شاء الله في مقدمة مرخفة جوي انخفاض للموس على درجات الحرارة تتكاثر كميات الغيوم بتهط الأمطار على شمال مملكة ومع ساعات الليل إن شاء الله بمتدهو طول الأمطار إلى المناطق الوسطى وكذلك أزاء من المناطق الجنوبية الغربية طبعا فيه الخفاض مرموس على درجات الحرارة كما ذكرنا العظمى في عمال لا تتجاوز حوالي 14 درجة مئوية وأيضا أثناء الليل أجواء باردة الصغر لا تتجاوز 6 إلى 7 درجات في عمال أيضا يوم الأربع القادم إن شاء الله سيكون بشكل عام في نشاط في سرعة الرياح الغربية ممكن تعمل على إثارة الغبار والأتربة خاصة في المناطق الصحراوية الخميس إن شاء الله بتعمق تأثير هذه الكتلة هوئية الرطبة إن شاء الله بستمر هطول أمطار على معظم المناطق إن كان في الشمال أو الوسط أو الجنوب وأيضا يمتد هطول أمطار إلى أجزاء من المناطق الشرقية إن شاء الله بتكون أمطار خير على البلاء على كافة المناطق وعن أمل من الله السلام للجميع